الخبر الأول لي عدنا عن راشمار وشنو ردها على موضوع خروجها من الفريق فبعد ما حثت كل الصبر على بوستاتها بالإنستجرام وشيلها للصورة مصغرة مالتها وبالضاف أنه زيت هذه الأسورة وكان واضح أنه ويدتها الجنبية على نورمار ولكن اليوم هي حبايب راشمار نزيت على حسبها بالإنستجرام بعدما رجعت الصورة وكل شيء تقول على الفكرة ما في شيء بس أنا شلت البوستات بس فترة وراح رجعهم إن شاء الله وأنه لا أحد يطلق يحكي على زوءه لا يوجد شيء من يال الذي تحكوه ليس أولاد صغار نحن يعني قصد أنه بعدها بفريق نورمار ولكن صراحة أن كلام السابق كان مختلف تماماً وما أدرك كتبنا أحباب بالكومنتات هل تتوقعون صار تفوض بيناته بحيث أنه يترجع للفريق أو لا ننتقل حالياً لياسو وعودتها الويسام تيكيت فباخر مقطع نزل الويسام بالدقيقة الستة يا حبايب ظهرت هذه اللقطة كلش غريبة اللي كانت ياسو تتحضن بها ويسام تيكيت وبهذا الحال أنه يعلنون أن هم رجعوا البعض كحبيبين أو يروح أن يرجعوا البعض فالريدر طلع أورد عليهم يا حبايب بالله سبب الإنستغرام فنزلوا هذه الستوري كتب حبايبي ليش مصدومياً أكو ناس حتى لو تشتري لهم الكرامة رح يظلون رخاص ولهو يصد أنه ياسو هي رخيصة بسبب هاي حركة اللي سوتها الصراحة واضح أنه ريدر كلش قلبه مكسور لا تركتبوني يا حباب بالكومنتاج شو رأيكم وانتظروا مقطع بجر اللي سيهزلكم السوشيال ميديا ننتقل حالياً الآن سوأصالي وإعلانهم أنه رح ستوون مسلسل جديد على قناتهم الأجنبية واللي رح ينزلكوا اليوم أحد حلقة هذا حق رح تكون على قناتهم الإنجليزية ورح تكون بالإنجليزية طبع الحلقة ولكن رح تكون أكون ترجمة أكو نكتبوني يا حباب بالكومنتاج جيمة حمسين ننتقل هذا المسلسل ننتقل حالياً لمتابعين وكيشوفهم الحقيقة ياسو وخفها لكلمة بلا الشراف من الكومنتات اللي عادها ستتعرضها للهجوم بعد الفيديو ومالويسامتك كنت يكتبونها أنه أنت بلا الشراف أما بالنسبة للدليل عندما نتخلق الأقمطها نزلت وننزل بها التعليقات ونكتب بلا الشراف بعدها رح لكلمة الأهدث أولاً عم ندفع التعليق والتعليق للأشخاص على القوراية أما أفضهم زيانة وهي غير الحساب عم يشوف هالي تعليق حيطلع للناس أو لا أما يغنى حسابهم زيانة بها التعليقات ورحنا على كلمة الأحدث أولاً رح شوفهنه تعليق المظهر وانما تعليق هذه الأشخاص ثانياً ظاهر فكتبنا حباب بالكومنتاج شو رأيكم بهذا الخبر بصلاح حباب نوصلات المقطع بالنهاية حاب أقول إن شاء الله يا حبايب م أنا ما يعرف حالياً أقول إن شاء الله عن ما هجوم داع تعرضها بالإنستجرام فأتمنى إلي عندها إنستجرام أن يجي بيانا ويساندنا جيش من لاتتلقصص مثال شي يا حبايب فيديو باتش رح يهزز السوشال ميديا أوكي؟ هايزز السوشال ميديا حذلكم ساعب لحدو الظهر وباس شاء الله، نحن خاتم القصص مع السلامة